انطلق الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة المتضررين من الحرب في لبنان وتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني ومن مطار الملك خالد الدولي في الرياضي معنا مراسل الحدث عبد المحسن الحربي عبد المحسن صباح الخير عبد المحسن أخبرنا أكثر رجاء عن هذا الجسر صباح الخير من مطار الملك خالد الدولي وتحديده في منطقة الشحن وبعد أيام العمل المتواصل على تسير هذا الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان لمساعدة الشعب اللبناني المتضرر جراء هذه الحرب الجارية هناك في لبنان تنطلق هذه الطائرة التي أقف مقابلها بعد قليل محملة بأكثر من 40 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية وكذلك الطبية التي ستصل إلى مطار رفيق الحريري هناك في بيروت بالإضافة إلى عدد من فريق من مركز الملك سلمان والإغاثة للأعمال والإغاثة والأعمال الإنسانية الذي سيروافق هذه الطائرة ليقوم بالإشراف على توزيع هذه المساعدات بالإضافة إلى فريق تطوعي سيقوم بمساعدة الجهات المختلفة هناك المحتاجة إلى المساعدات أيضا نتحدث عن نوعية المساعدات التي سيتم إرسالها من خلال هذا الجسر الذي انطلق بهذه الطائرة الأولى التي ستنطلق بعد قليل إلى بيروت وسيكون هناك مساعدات أخرى ستنطلق عبر طائرات أخرى خلال الأيام القادمة هذا الجسر الجوي يقوم بالتركيز على الاحتياجات الأساسية للمتضررين النازحين الذين تخطى عددهم مليون ونصف المليون نازح نتحدث عن نوعية المساعدات التي تم تخصيصها للنازحين هذه الحقيبة مثلا تحمل كافة الاحتياجات الضرورية للنازحين من خيام من بطنيات وغيرها من المساعدات أو الحاجيات للنازحين بالإضافة إلى مساعدات طبية وغذائية للقطاعات المختلفة الطبية وكذلك القطاعات المتضررة من هذه الحرب في لبنان هذه الطائرة التي ستنطلق بعد قرابة الساعة وقليل من مطار ميك خالد الدولي ستنطلق وستطلق معها هذا الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيستمر لأيام عديدة نتحدث عن هذه الطائرة محملة بأكثر من 40 طن من مختلف المساعدات أيضا هناك في منطقة الشحن حيث نتواجد في مطار ميك خالد دولي وتحديدا في منطقة الشحن هناك عديد من المساعدات من الأطنان المجهزة والمكيفة في مناطق الشحن هنا لإرسالها استعدادا لإرسالها خلال الأيام القليلة القادمة بدءا من هذه الطائرة بالإضافة إلى الطائرات الأخرى على أن يتم خلال الأيام القادمة دراسة الاحتياجات مع الجانب اللبناني الاحتياجات الأساسية وفي حال هناك تغير في الاحتياجات حاجيات معينة طبية يتم دراستها مع الجانب اللبناني وإرسالها مباشرة من خلال هذا الجسر الذي ينطلق الآن إلى أسابيع قادمة ربما خلال العشرة أيام القادمة سيتم إرسال عشر طائرات وبعد ذلك ستستمر عملية إرسال الطائرات لحين انتهاء الحاجة هناك أو تغطية أكبر قدر ممكن من المحتاجين والنازحين هناك من المتضررين جراء الحرب الجارية هناك نعم شكرا جزيلا لك كنت معنا من مطار الملك خالد الدولي في رياض مراسل الحدث عبد المحسن الحربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر